اشتركوا في القناة 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 السكن. أنا قبل كده كنت في هذه الجزيرة طبعا عامل هندبول. طبعا وانت لاعب. طبعا هو ده بيتنا الأصلي. مدينة ناصر بحكم جغرافيا سكن قريب بالنسبة لي. فأنت متواجد في مدينة ناصر أكثر. مدينة ناصر أكثر. طيب المسألة دي الأول مرة تجي لك الفكرة أن أنت تترشح. بزبط. كانت لك راحك لا يا وانا وانا صغير دايما بأحلم بالموضوع ده. بس عارف انه ديسه مش وقته كل حاجة دي وقت. يعني انا شايف ان انا لازم اوصل لدرجة معينة من نطج الامكانيات. كل حاجة يعني هي بتبقى زي تكوين كامل اللي انت تبقى عندك القدرة تحس لانت تنزل. وتقدر تقدم خدمة بجد للنادي. لكن مش فكرة انا عايز انزل عشان خاطر انا عايز انزل. انا عارف ان هي لها وقت معين. فالحمدلله يعني هي جات سبحان الله. كنت مقرر من اول السنة الفاتت لانا عايز انزل بس طبعا موضوع الكورونا. خلاني شوية اجل شخاطر موضوع المبادرات والقصة دي فيها اعداد كبيرة بتيجي. فمش عايز الناس يعني يحصل مشاكل بينهم او او اصابات. فجاءت فكرة المبادرة بقى الاول. المبادرة اللي انا عملتها حقيقة افضل بلا دوالي. حقيقة افضل بلا دوالي. حقيقة افضل بلا دوالي. هنجيلها لانه ده تفاصيل مهمة جدا. مبادرة الطبية بتاعت حضرتك. لكن انت العلاقة مع النادي. لعب هندبول. لعب هندبول اه. من سن معين. انا كنت مواليد تمانين. فلعبت وانا كنت. ولعب دي بدأت. كنت بدأت مع كبتان عماد إبراهيم. مدير فني النادي الطيران كلهم في دلوقتي. انتشروا. اه ماشاء الله. وعلى كده كبتان احمد جلال. اللي هو دوالتي مدير الاكاديمي في نادي الاهلي. مدية نصر. صفرت ذلك كالتجربة. كنت أول مرة سافر بر مصر. وانا صغير. ومع فريق الهندبول. وكنا نطلعين بالنعب منتخبات ساعتها. فكالتجربة حتى بدايتي مع نادي أهلي. تزرعت في حتة الطموح. ان انت برضو. انت لعب في نادي أهلي. بالنسبة لأسطزامك في المدرسة. واصحابك. تزرع بشخصيتك حتة الطموحات. لانت دايما عايز تبقى متميز. تزرعت فيها غصبا عني طبعا. الحمد لله كنت دايما جواي الحتة دي. لانا دايما عايز أبقى أحسن. لغاية بقى ما جت حتة. وقت السنوية عام بقى والدي رحمة الله عليه. قال لي بقى. إحنا عايزين نخش كلية الطب وكده. يعني يركز شوية في كلية الطب. فجت كاتهية دي بقى أخذ مرحلة لي. بطلت الهند بول علشان. أسمعها بقى دكتور. حياة دايما كده. خيارات.